السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين ايه? او رب تكونوا بخير? دي الحصة اللي هي كانت قبل عيدة على طول. هنسجله علشان لو حد كان فات منه الحصة او كان غاب يعني وما حضرش بسبب العيد وكده. فده كان الدرس الاخير اللي احنا هنتكلم عنه. اسمه التعبير عن الالم. لما نجي نعبر عن الالم احنا عندنا نعيم من الالم. يا اما الم جسدي يا اما الم معناوي. التعبيرات عن الالم الجسدية هنستخدم معاها خمس طرق. التعبيرات المعنوية هي طريقة واحدة وبنحفظها. نبدأ كده على طول عندنا رقم واحد بيقول لي في نص الصفحة كده يعني التعبير عن الالم الجسدي. باستخدام ايه? قال باستخدام اعضاء الجسم. ازاي اه 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 اعرف اقول عيني بتوجعني او اه اه رئابت بتوجعني او ايد بتوجعني او بطن بتوجعني فدي كلها دي كلها اجزاء من الجسم. رقم واحد لازم تبقى عارف ان احنا اه في الفرنساوي مختلفين عن الانجلش. يعني في الانجلش لو هم عايزين يعبروا عن الم جسدي فبيستخدم اللي هو فعلي يكون. لكن عندنا بالفرنساوي لما نيجي نستخدم بنستخدم فعلي يملك. اللي هو كان ايه بقى? اللي هو كان فيرب اسمه افوار. فرقم واحد لازم تبقى عارف انه استخدم مع تعبيرات الشعور فيرب اسمه افوار. طب هل يستخدم كده في المصدر? قال لي لا. وما اللي بيستخدم ازاي? بيستخدم مصرفه على حسب الزمن اللي انت بتتكلم فيه. فلو فاكر افوار ده. اول حاجة خدناها افوار في زمن اللي هو في زمن المضارع. وانت عارف ان فيرب افوار ده من الافعال الشازة اللي بينتهي ب او اي ار ولذلك شاز عنده تصريفه في زمن المضارع. طيب افوار ده بيتصرف ازاي في المضارع? قال لي جي. بعد كده عندنا تويا. بعد كده عندنا الى. بعد كده عندنا. ده تصريف فيرب افوار. يبقى رقم واحد لازم اكون عارف تصريف في زمن المضارع. اش معنى عشان دلوقت لو انا رايح لدكتور وعايز اقول له انا حاسس بقلم في اسناني. فانا هكلمه دلوقت بزمن اسمه لو زمن المضارع. طيب فده افوار في زمن المضارع. خدنا ايه تاني يا ميسيو في مع افوار? خدنا زمن اسمه المستقبل القريب. طيب افوار في زمن المستقبل القريب كان بيكون عامل ازاي? قال لي افتكر كده. كنا بنكون ازاي اصلا زمن المستقبل القريب? قال لي كان بيكون من جزئين. تصريف فيرب آلافي زمن المضارع زائد مصدر الفعل بتاع الجملة. طيب فلما جاشوف لما جاقول كده انا سوف اشعر بقلم. لو انا مسلا كنت في الجم ورجع تعبان فحاسس ان انا هيجي لي برد. طلعت في البرد مسلا وحاسس ان انا هيجي لي برد. فقول حاسس ان انا هتعب او هيجي لي برد. فلازم افوار هنا يكون محطوط في زمن اللي هو المستقبل. بعد كده عندنا اه الزمن الاخير اللي هو زمن والازم اعرف تكوينه كان بيكون من حاجتين يعني ما تصريف فيرب اتر او افوار في زمن كافعال مساعدة زائد اللي هو اسم المفعول. خلاص? فعنا عندنا الماضي المركب اهو. ده شكل افوار فيه فاقول جي او. انت عارف طبعا ان اسم المفعول من افوار شاز فبيطلع او او. فده شكل اسم المفعول منه. يبقى تاني عشان ما اتهش. اول حاجة قلنا لما اجا عبر عن التعبير عن الالم الجسدي بستخدم فيرب اسمه افوار. الفيرب اللي اسمه افوار ده ما بيجيش في الحالة المصدرية اللي هو فيها دي. اما الايه بيتغير. في المضارع على حسب ان انت هتدقى هتتكلم عن مين? هتقول لانا مثلا اشعر بألم فتقول جي. لو انت هتقول مثلا نحن نشعر بألم فتقول نحن لدينا ألم. طيب لو افوار ده تحط في زمن المستقبل ييجي بالشكل ده. لان ده تصريف في زمن المضارع. وده افوار اللي هو بيعبر عن الالم الجسدي. بعد كده في زمن الماضي المركب. افوار ييجي عامل كده اللي هو اسم المفعول واخدنا هنا المساعد افوار لان ده مش من ال 14 فعل ولا فعل الزود وامرين ولا المشتقات بتاعته. طيب يبقى دي اول جزء. لازم تبقى عارف ان التعبيرات عن الالم الجسدي بتأتي مع فيرب اسمه افوار. طيب وبس كده قال لي لأ. لازم التركيبة دي تكون حافظة على بعض الله تظهر لك تحت. افوار مال اه. معناها يشعر بألم في. فافوار مال اه يشعر بألم في او لديه ألم في. طيب سؤال مهمة قوي. هل الا دي بتفضل سابتة كده ولا بتتغير? قال لي لا يا استاذ بتتغير. بتفضل سابتة لو جيب بعضيها حاجة من اتنين. لو جيب بعضيها حاجة اسمها صفات ملكية اللي هي من. من مامي صفات الملكية او جيب بعضيها آآ صفات الاشارة اللي هم سو وست. وست اللي هي بدو تي وسي. والحاجات دي انا مش هكتب بس عشان بكتب بالماوس. خلاص? طيب. يبقى حرف الجر اه هيفضل سابت على شكله كده. لو جيب بعضيه حاجة من دول. او صفات الاشارة اللي هم سو وست وست وست. طيب. لو مجاش بعد دي حاجة من الاتنين دول اللي يتغير. طب اغيره بناء على ايه? بناء على الجزء من اجزاء الجسم اللي بيوجعك يا طرى مذكر. فيبقى آآ آآ يا طرى مؤنس فيبقى آآ يا طرى مبدوء بحرف متحرك فيبقى آآ يا طرى جزء جمع عينيك مثلا الاتنين دول جمع بيوجعوك فيبقى آآ آآ خلاص? يبقى التعبير ده مهمة افوار ملقى لديه آلم في او يشعر بآلم في قلنا الفي دي مهمة ناخد بالنا منه. طيب. وقلتلي ان هو بيتغير للاشكال دي قوة الاوة الا بصرف ايو اكس على حسب الجزء من اعضاء الجسم اللي هيجي بعد آآ آآ حرف الجار اللي اسمه او هنا. طيب تعبقى نشوف اعضاء الجسم. نجيبهم مع بعض. نقل بالصفحة كده. طيب ايبقى احنا كده قلنا في الجزء اللي فات ان انا عندي تعبير مهم جدا بقدر عبر بي عن الالم اسمه افوار ملقى. يشعر بآلم في. وقلنا في ده امتى يظل يسابت على ما هو عليه وامتى يتغير للاشكال دي. قلنا لو جيب عديه هنا هو صفة ملكية او صفة اشارة حرف الجارة ا يفضل ثابت. لو ما جايش بعديه صفة ملكية او صفة اشارة ويجيب يلا دي جزء من اجزاء الجسم. بغير لو جزء من اجزاء الجسم ده مفرد مذاكر احط مفرد مؤنس احط مفرد مبدوء بحرف متحرك حط جمع حط او او. طيب تعبنا نشوف بقى اجزاء الجسم انا نتعرف على الاجزاء المذكرة والاجزاء المؤنسة والاجزاء اللي بتبقى بحرف متحرك والاجزاء الجمع. اول حاجة عندنا كده لما اجا اقول يعني انا اشهر بقلم في الرقبة. طيب بس نبص على الجملة دي. يعني انا. ده فعلي ايه? ده افوار مصرف في زمن المضارع بناء على طيب اشعر بقلم. احنا قلنا افوار ده هو مش هيجي بشكله ده هيجي مصرف دائما. يبقى انا اشعر بقلم في الرقبة. حرف الجري ده هنا جي عامل كده ليه? قال علشان كلمة رقبة. جاية بعد دي كلمة مفرد مذكر. طيب نشوف بقى اللي بعده. أشعر بقلم في الظهر. كلمة دو خلي بالك ظهر واحد مع انها تنتيب اس لكنها ملهاش جامعة طبعا ما فيش حد بيبقى له آآ ضهرين. بعد كده عندنا آآ . أشعر بقلم في الانف. بعد كده عندنا أشعر بقلم في الركبة. مفرد مذكر. بعد كده عندنا اشعر بقلم في اصبع واحد بس. عندنا بعد كده حاجة اسمها أشعر بقلم في الزراع ككل. عندنا بعديها وخلي بالك كلمة زراع دي بتنتهي بس. فينفع تقول انا اشور بقلم في دراعة واحد. فحط ايو لانها مفرد مذكر. وينفع هنا اقول دراعين فحط قدامها ايو اكس وهتفضل زي ما هي. هنحط قدامها طبعا ايو اكس لانها تنتهي اصلا بحرف اه اس في المفرد. طيب بعد كده عندنا اكور يعني القلب. انا ممكن تقوله في حالتين. ممكن يبقى تعبير معناوي. ان انت بتعبر عن قلم في القلب بسبب مسلا ان في واحدة جرحتك او واحد جرحك. او ممكن اه تعبر عن قلم اه انت حس بيه فعلا قلبك فعلا بيوجعك. ومش قادر وايجي لك سكتة قلبية فهتموت فتقول اه يعني انا اشعر بقلم حسي في القلب. لكن معناوي حد جرحك فيمشي اللي اتنين. خلاص? طيب بعد كده عندنا اه يعني اشعر بقلم في البطن. طيب دي بالنسبة للاجزاء بتاعة الجسم المفرد مذكر. عندنا بعد كده اجزاء مفرد مؤنس. اولهم رأس. اشعر بقلم في الرأس. بعد كده عندنا اشعر بقلم في الساق. بعد كده عندنا اشعر بقلم في الفم. بعد كده عندنا اشعر بقلم في الحلق. اشعر بقلم في الصدر. بعد كده عندنا اشعر بقلم في اليد. طيب واحد يجي يقول لي استاذ هو احنا ازاي نعرف نفرق ما بين المذكر وما بين المؤنس. هنحفظهم يعني? هقولك لا. عشان تريح نفسك. كل الاجزاء بتاعت الجسم اللي بتنتهي بحرف او. 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 كلها مفرد مؤنس. ما عدا جزء واحد تاخد بالك منه بينتهي بحرف او ومفرد مذكر هي كلمة خلاص? اللي هي الكلمة اللي معناها بطن. هي اللي وحيدة لجزء من اجزاء الجسم اللي بينتهي بحرف او. ومفرد مذكر مش مؤنس. يبقى انا كده اي جزء من اجزاء الجسم هينتهي بحرف او. ازن الجزء ده مفرد مؤنس. فحطي له الا. معدى كلمة اللي هي بطن. وكل اجزاء الجسم التي لا تنتهي ب او في نهايتها. كلها مفرد مذكر. معدى كلمة واحدة اسمها ما اللي هي الايد مفرد مؤنس. ولا تنتهي بحرف او. خلاص? يبقى انا كده فرقنا ما بين الاتنين. طيب نكمل. بعد كده بيقول لي دي معناها انا اشعر بقلم في العين. عندي عين واحدة. وخلي بقى من كلمة عين دي علشان الجمع بتاعها شاز. اي عين زيو عيون جمع. بعد كده عندنا اشعر بقلم في الاذن. خلاص? عايزك تعرف برضو تاخد بالك من حاجة مهمة قوي. كلمة عين مفرد مذكر. كلمة تنتهي بقوه تبقى مفرد مؤنس. طيب. لكنها بدأ بحرف متحرك خلي بالك فبنحط هنا بعد كده عندنا عندي الم في المعدة بقى من جوه. بعد كده عندنا عندي الم فيه الكتف. خلاص? دي بالنسبة للاجزاء اللي هي آآ مفرد وبتبدأ بحرف فويل متحرك. نيجي للاجزاء الجسم. الجمع. لما اجاقول كده يعني انا اشعر بقلم في الاذنين. اليمين والشمال. لما اجاقول كده اشعر بقلم في الاسنان. وكلمة اسنان من الكلمات الجمع المؤنس. بعدها لما اجاقول اشعر بقلم في زراعين. قلت لك من شوية كلمة زراع. في المفرد تنتهي بس. لو جمعت اغير بس الاداة احاولها من او الى او اكس. في كده عندنا اشعر بقلم في اليدين. بعد كده عندنا اشعر Trail فيه الاصابع. طيب. آآ لسه اهو عندنا اشعر بالقلم في الاقدام. فاحنا عندنا دلوقتي دول مهمين جدا,' السؤال في المتحان هيجي دايماً بيسألك على حرف الجر بيسألك دايماً على حرف الجر ده اهو. بيسألك على حرف الجر حرف الجر. او يسألك يا ترك جزء من اجزاء الجسم ده مذكر ولا مؤنس يحط لك هو يعني حرف الجر كده هو في الجملة ويخيرك ما بين مسلا وما بين ودوا يبقى انا عارف وحافظ ان الاجزاء اللي بتنتهي بحرف قو كلها مؤنس مع عادة كلمة والاجزاء اللي ما بتنتهيش بقو كلها مفرد مذكر مع عادة كلمة طيب عندنا بعد كده تعبيرات تانية ينفع استخدمها عشان اعبر عن القلم اللي انا بحسه او القلم اللي انا بشعر بيه اول التعبيرات دي كانت بتأتي مع اسمه ما تنساش ده ليه معاني كتير جدا من اهم معنيه بيكتب معنى يذهب او بيكتب معنى سوف كفعل مساعد في زمن المستقبل او بمعنى يلائم او يناسب مع الملابس هنا بييجي مع الحالة اه الصحية بتاعتنا فاكر في اول السنة كنت بسألك سؤال اقول لك اه انت كنت بترده فاعلية تقول لي ايه يا اما او فلو انت حالتك الصحية سيئة فكنت بتقول لي يبقى انا اقدر عبر باستخدام عليه عن الحالة الصحية او الحالة البدنية بتاعتي طيب تاني فعل عندنا فعل اسمه يعاني من طيب الفعل اسمه مجموعة تانية لكنه بيتصرف زيه زي افعال المجموعة الاولى بمعنى ان انا بحزف من نهاية الاي ار واضيفي النهايات عادي بناء على الفعل مع الجو او مع تي او اس والال والالالو انه هو الناس الفو وزد الالالفك اس او ان تي سوفرير دو يعاني من من دي ما بتفضلش سابتة بتتغير لاشكال اربعة لو المرض اللي انت بتعاني منه دايما سوفرير طبعا بيجي بعد اي اسمه مرض من الامراض لو المرض اللي انت بتعاني منه ده مثلا مفرد مذكر هنحط دو لو مفرد ما قلنا سدولا مفرد مبدو بمتحرك دولا بصرف لو مرض جمع حط دي زي البكتيريا مثلا طيب فانا عندنا جملتين بيقولي توت لفامي سوفر دو غيم يعني كل العائلة بتعاني من البرد البرد ده مرض مفرد مذكر فحطيه دو طيب التاني بيقولي تي سوفر انت تعاني دو لجريب انت تعاني من الانفلوانزا فالانفلوانزا مرض مفرد مؤنس فعشان كده حطيت دولا هنا طبعا حطيت دي يو طيب بعد كده عندنا حاجة تانية فعل بيعبر عن الالم او التعب الجسدي فعل اسمه سوسونتير الفعل ده فعل زو ضاميرين عارف لو احنا شلنا السو ده هي يبقى الفعل سونتير معناه يشم او يستنشق الفعل سوسونتير فعل زو ضاميرين والذلك لازم تكون عارف انه ضامير المفعول اللي هو في الاول ده اللي هو سو بيتغير الى ستة حاجات اللي هم ايه مع الجو بيتغير بيبقى مو مع تي بيبقى تو مع الالو والال بيبقى سو مع النو تنين نو الفو تنين فو الالو والال فيك اس بيبقى سو وطبعا ده فعل اه من افعال المجموعة التالتة فلازم نحفظه مع الجو هتلاقي اخرو اس مع تي 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 تسان مع الالو والال ال سو سان مع نو 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 سانتان مع الفو وو سانتي مع ال الالو والالا فيك اس ال سو سانت طيب نعمل المسال عليه بيقول لي كده في الجملة اللي احنا كتبناها الجو بيكون حر قوي انا اشعر بي الم انا حاسنها تعبان جو حر فانا بشعر بألم يبقى احنا استخدمنا الفعل سوسونتير عشان انا اعبر برضو عن الالم طيب اخر حاجة عندنا اه 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 فعل ينفع استخدمه او تعبير على بعضه ينفع استخدمه عشان اعبر عن الالم اللي انا بشعر بيه تعبير على بعضه اسمه افوار ديو مال اه استاذ مش احنا لسا واقدين ده من شوية قولك لا اللي احنا واقدينه اسمه افوار مال ا زائد جزء من اجزاء الجسم لكن ده اسمه افوار ديو مال اه يبقى ايه الزيادة هنا الزيادة هنا حرف الدو ده مش موجود خلاص وعندنا كمان ان ال ا دي مع اجزاء الجسم بتتغير الاربع حاجات هنا ما بتتغيرش وعندنا هنا المصدر هو اللي بييجي بعد التعبير ده تب ما توريني جمل اول حاجة لما اجا اقول افوار ديو مال اه معناها هياجد صعوبة فيه لما اجا حط جمل كده اجا اقول اا 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 اول حاجة اجد صعوبة فيه الكتابة لما اجا اقول كده اهو اجد صعوبة فيه السمع بعد كده لما اجا اقول اجد صعوبة فيه الحديث او الكلام يبقى انا عندي التعبير اللي اسمه افوار ديو مال اه بيجي بعده دايما المصدر ما انساش ان انا عندي تعبير تاني مهم اسمه افوار مال اه يجي بعده جزء من اجزاء الجسم بعد كده عندنا اجد صعوبة فيه الجريب. يبقى انا عندي حرف الا ده. لو التعبير اللي اسمه ديو مل حرف الا ما بيتغيرش يجي دايما بعضه مصدر 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 مصدر. خلاص? كده احنا بنكون خلصنا التعبيرات ازاي عبر عن الالم الجسد. نخش بقى على الالم المعنوي. ازاي بقى نعبر عن الالم المعنوي. اول حاجة بيقول لي هنا التعبير عن اشعور والاحاسيس المعنوية. خلاص? طيب. التعبير عن الشعور والاحاسيس المعنوية حاجات لازم تحفظها. اول حاجة عندنا حاجة اسمها افوار فروة. معناها يشعر بالبرد. فلما اقول اونيفير جي فروة يبقى فيه الشتاء انا اشعر بي البرد. الموضوع سهل خالص. تعرف لي التعبير اللي اسمه افوار فروة. معناها ايه? يشعر بالبرد. طب يا استاذ هل الجودة اهيه لو اتغيرت مثلا اللي بيتكلم بنت بقت مفرد مؤنس. هالفروة دي ينفع ضفلها حرف او بما ان البنت دي هي اللي بتشعر بالبرد. قال لي لا. التعبير الحسية المعنوية ما ينفعش اضيف اه على الصفات بتاعتها اي حاجة لانها بتبقى كما هي. يبقى احنا عندنا الصفة دي اللي يفروة يشعر بالبرد اللي تتغير لا بتأنيس ولا بجمع. زي ما هي سبتة. خلاص? طيب عندنا بعد كده افوار شو يشعر بالحر. فلما اقول جي شو يعني انا حران. بعد كده عندنا افوار بير يشعر بالخوف. فلما اقول كده انا بشعر بالخوف وانا بالطيار. دي تعبير ايه? معنوية ما بتتمسكش. بعد كده عندنا حاجة اسمها افوار فان يشعر بالجوع. فاقول جي فان. انا جعان انا عاوز اكل. بعد كده لما اقول افوار يشعر بالعطش. ده تعبير برضو معنوي. فلما اقول انا اشعر بالعطش. انا اريد ان اشرب. بعد كده عندنا افوار سومي يشعر بالنعاس. فلما اقول جي سومي. يعني انا عايز انام. بعد كده عندنا افوار بزوين دو يعني يحتاج الى. فلما اقول جي بزوين دو باختير ان فرنس. يعني انا احتاج الى الصفر الى فرنسا. مطلوب منك تعرف التعبيرات دي بس. لانها هي اللي عندك في المنهج. بعد كده عندنا حاجة اسمها افوار اون في دو. يريد. فلما اول جي اون في Favor mayonnaise. يعني يبقى انا اريد ان اذهب الى الاستاد او انا احتاج الى اذهب الى الاستاد. يبقى احنا كده اخدنا التعبيرات الجسدية والتعبيرات المعنوية. مطلوب منك تحفظ بس الكلام اللي احنا قلناه او تشوف الفيديو اكتر من مرة. من الاخر جزء فاضل عندنا هي قاعدة صغيرة جدا. هنعرف بس تكوينها ونشوف عليها امثلة. فاحنا عندنا القاعدة الفاضلة اسمها قاعدة السي الشرطية. القاعدة بتاعت سي الشرطية ليه بنسميها كده علشان لما اجا اقول لك جملة كده. لو انت بتخاف من ركوب الطيارات خد المركب. فشارط ان انت تكون بتخاف علشان تعرف تاخد المركب فهي دي سي الشرطية. طب لو انت اسنانك بتوجعك روح للدكتور. يبقى لازم يكون فيه شرط اه فعل الشرط وفيه جواب للشرط. فعشان كده بنسميها سي الشرطية. ناخد اول حاجة تكوينها هي قاعدة بسيطة جدا وسهلة. التكوين عندي حاجة اسمها سي. دي معناها اذا او لو. ترجمتها كده. زي عندكم بالانجلش حاجة اسمها اف. اف يو ايت بتوين ميلز. اه كده يعني. فحنا عندنا سي يجي وراها. اه اللي هو زمن مضارع. يبقى تكوين قاعدة سي. اول حاجة لو سي جات فاول الجملة. الفعل اللي يجي بعدها لازم يكون محطوط في زمن المضارع. طيب الجزء التاني من الجملة لازم كله يكون محطوط في زمن او في صغط الامبراتيف اللي هي الامر. عشان كده قلت لك اسمها سي الشرطية. لو انت جعان روح كل. خلاص? طيب. قلنا الفعل التالي لسي. يعني الفعل اللي هيجي هنا بعد سي على طول. هو فعل الشرط ولابد ان يوضع في زمن المضارع. بعد كده عندنا الفعل الاخر اللي بيجي في الجملة الباقي يعني منها. هيبقى محطوط في الامبراتيف اللي هو الامر. نشوف جمل وهي قاعدة سهلة جدا مش محتاجة اصلا نتكلم فيها. الجملة الاولانية بيقول لي. اذا او لو انت بتخاف من الطائرات خد المركب. خلي بالك ان ده الفعل المحطوط في المضارع هو لانه جاي بعد آآ مباشرة ده الجزء التاني من الجملة لازم الفعل يكون محطوط في صياط الامر. الجملة اللي بعدها بيقول لي لو انت بتشعر بألم في اسنانك ده فعله جاي بعد مباشرة يبقى يوضع في زمن المضارع. الفعل التاني من الجملة او الجزء التاني من الجملة لازم الفعل يكون محطوط في زمن الامر. طيب رقم تلاتة بيقول لي هنا في نائس حرف اي او اي. لو انت جعان كل سندويتش. طيب ده فعل محطوط في زمن المضارع. الفعل التاني محطوط في صيغة الامر. رقم اربعة بيقول لي لو انت عطشان اشرب عصير فواكه. رقم خمسة بيقول لي لو انت تشعر بالنعاس. يعني خش نام في قطة. يبقى ده فعل الشرط ده جواب الشرط ده محطوط في زمن المضارع ده محطوط في صيغة الامر. بعد كده عندنا لو انت حران او بتشعر بالحر يعني افتح الباب. يبقى ده الفعل محطوط في زمن المضارع لانه بعد سي على طول بعد كده جزء التاني محطوط في الامر. اخر حاجة بيقول لي لو انت بردان اغلق الباب. يبقى ده الفعل اللي بعد سي محطوط في زمن المضارع. ده آآ الجزء التاني من الجملة الفعل محطوط في زمن الامر. رقم تمانية بيقول لي لو بتشعر بقلم في الرأسة وعندك شضاع. خد آآ اسبرين اللي هو ده. هيسألنا ازاي عليها في الامتحان دي. ممكن يقوم جاي شايل لك الفعل ده. احنا بنكلم في الجملة رقم واحد. ممكن يشيل لك الفعل ده هو. ويحط لك في الاول. والجزء تاني من الجملة يكون محطوط في الامر. بتاع مسلا على الجملة رقم اربعة. ممكن يسألك ازاي تاني. يشيل لك الفعل ده هو. اللي هو الجزء تاني من الجملة. ويسألك يا طرق يتحط في انه زمن. فانا ببص مدام في سي بقى بنطبق الشرطين. الفعل اللي بعد سي احنا فوق خالص. الفعل اللي بعد سي يوضع دائما في زمن المضارع. الجزء تاني من الجملة في صيغة آآ الامر اللي هي الامبراتيف. خلاص كده بنكون انهينا الدرس تماما. آآ احنا طبعا في. طبعا احنا في العيد دلوقتي فكل السنة وانتو طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب وعلى اهليكم. وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير. لكن في الظروف احسن من اللي احنا فيها اكيد. ان شاء الله نخلص السنة دي على خير وانتو محققين اللي انتو بتتمنوه ومفرحين نفسكو. ومفرحين اهليكم يا رب ان شاء الله. فالفيديو موجود اهو على اليوتيوب ممكن تشوفوه. وآآ آآ سايبينه علشان الناس اللي كانت غابط في الحصة اللي كانت قبل العيد على طول. وكل سنة وانتو طيبين مع السلام.